معنا خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز ينضم إلينا مباشرة من عفرين أهلا بك خالد إذن ضمن هذه المراحل من معركة غسن الزيتون الآن الجيش الحر يستعد لعملية عسكرية جديدة لدخول ناحية جنديرس ضعنا في أكثر تفاصيل نعم هاجر تقدم مستمر ومتواصل بالنسبة للجيش السوري الحر مدعومة من القوات التركية على عدة محاور وعدة نقاط تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شتى المواقع التي تسيطر عليها وتحديدا شرق عفرين وكذلك غربها الجيش الحر سيطر على التلة الحاكمة لمنطقة جنديرس الواقع غرب مدينة عفرين وربما خلال الساعات القادمة أو اليوم أو غدا ربما يعلن السيطرة عن ناحية جنديرس لأنها اليوم محاصرة من ثلاثة محاور وباتت تحت نيران الجيش السوري الحر من شرق عفرين أيضا الجيش الحر قبل قليل أعلن سيطرة على منطقة كفرجنة ويوم البارحة أعلن أيضا سيطرة على منطقة قطمة وتلالها وبالإضافة أيضا لناحية شران وقرية خربة شران وقرية سان كاري نعم خالد ما المعلومات المتوفرة لديك الإضافية طبعا عن الأنباء التي تتحدث عن نقل قصد للعديد من عناصرها من الشمال السوري إلى عفرين للمشاركة في المعارك نعم الطريق مفتوح بالنسبة لوحدات حماية الشعب الكردية من منطقة ما يعرف بنهر الفرات إلى مدينة عفرين وذلك عبر مناطق سيطرة قوات النظام التي تسهل لهم الدخول والخروج كما يشاءون لإدخالهم إلى معركة مدينة عفرين طبعا ليست لدينا أي معلومات مؤكدة عن العدد الذي دخل إلى مدينة عفرين لأن الوحدات كما يقول ناشطون تنقل هؤلاء العناصر عبر باصات وكذلك ربما بإعلانات غير رسمية بالنسبة لهم لكن هؤلاء العناصر تواجدوا خلال الفترة الماضية وكذلك قوات من القوات الشعبية التابعة لقوات النظام خالد ما الوضع بالنسبة لكفر جنة المعروف أنها تحوي ميليشيات للنظام هل وقعت اشتباكات مواجهات مباشرة أم ماذا؟ نعم وقعت اشتباكات مباشرة ليس فقط في كفر جنة بل بالمعارك التي سبقتها في جبهات عفرين القائد العام لما يسمى بالقوات الشعبية التابعة لقوات النظام أعلن عبر مواقع رسمية مقربة من قوات النظام عن مقتل ما يقارب الثمانين عنصر لهم في معارك مدينة عفرين كانت هذه القوات تتخذ من كفر جنة قاعدة لها لكن تم قصفه عبر طائرات الحربية التركية قبل أيام واليوم أعلن السيطرة الكاملة على ناحية كفر جنة طبعا في نفس الناحية كانت تتواجد القاعدة الروسية التي انسحبت من المنطقة عند انطلاق عمليات غصنة الزيتون نعم أشكرك خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز كنت معنا مباشرة من شرق عفرين اشتركوا في القناة